وينضم إلينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل محمد كيف يستعد العراق لاستقبال بابا الفاتيكان نعم الحكومة العراقية قالت بأنها على استعداد كامل لاستقبال بابا الفاتيكان بابا فرانسيس وأن هذه الزيارة لا بد لها أن تنجح لذلك قامت بالعديد من الأمور منها الأمور اللوجستية التي قامت بها الحكومة العراقية كتهية الأماكن التي سيقيم فيها البابا إضافة إلى الوهد المرافق له والصحفيين الذين سيئتون مع البابا إضافة إلى وجود برنامج زيارة قد أعلن عنه للبابا الأول سيكون في بغداد ومن ثم الانطلاق إلى النجف وبعد ذلك إلى الناصرية والعودة إلى بغداد والذهاب إلى الموصل ثم أربيل ثم العودة إلى بغداد قبل المغادرة إضافة إلى ذلك الشوارع العراقية بدأت تزين وأيضا بدأت ترفع فيها صور البابا إضافة إلى لافتات ترحب بزيارة البابا وبهذه الزيارة التاريخية التي أعلن عنها العراق إضافة إلى الوحدة والتماسك ما بين الشعب العراقي وبين المكونات والطوائف جميعا كان التحدي الأكبر هو التأمين الأمني والصحي الحكومة العراقية قالت بأنها على استعداد لتأمين أمني كامل بدأت بنشر قطعات عسكرية استنفار لجهاز الأمن الوطني لجهاز المخابرات للعمليات الخاصة كان أيضا هناك قلق من أن الوضع الصحي ربما سيؤثر على زيارة البابا لذلك هي فرض حضرة جوال شامل في محافظة عراق ما عدا كردستان لكن ربما الهجمات العادة مرة أخرى الآن مسألة التأمين الأمني لهذه الزيارة الآن الحكومة العراقية تبدو في وضع حرج جدا يعني تأمين الزيارة وسط انطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية إضافة إلى وجود شخصية كبيرة مثل البابا في العراق وعملية تأمينه ووجود أيضا معلومات بأن العراق قد لا يكون يعني كأرض أمينة جدا لهذه الزيارة أو لتواجد البابا فيه كل هذه الأمور ربما عادت يعني القلق لدى الشارع العراقي ولدى الحكومة العراقية لذا يعني من المنتظر أن تقوم الحكومة العراقية بإجراءات أمنية احترازية أشد في حال وصول البابا إضافة إلى وجود أعداد كبير أخرى من القوات الأمنية تم استدعاها والالتحاق بالقوات الموجودة ووجود طائرات هاريكوبتر عراقية ستؤمن هذه الزيارة على مدى أربعة أيام سيقوم بها البابا في زيارة إلى العراق نعم طيب محمد العراقيون كيف ينظرون إلى أهمية هذه الزيارة طبعا على المستوى الشعبي هناك ترحيب بأن تكون هكذا شخصية دينية كبيرة تزور العراق إضافة إلى وجود يعني العديد من الأمور الجيدة والإيجابية والتفاؤل لدى العراقيين بأن يكون هذا الأمر ربما يعني محطة عطاف لاستقرار العراق هناك ترحيب كبير من العراقيين ليس على المستوى الانسيحيين فقط حتى على المستوى الطائفة الأغلب هنا في العراق وهي الطائفة المسلمة هناك ترحيب كبير لزيارة البابا لكن في نفس الوقت هناك أيضا حالة من التذمر لدى العراقيين حول القطوعات التي بدأت الحكومة العراقية في إجرائها في قطوعات الشوارع هناك يعني زحام كبير بدأت تشده يعني شوارع بغداد خصوصا التقاطعات الرئيسية والمناطق الرئيسية بغداد القديمة يعني أقصد هناك زحامات كبيرة هناك اكتظار كبير بأعداد السيارات الإجراءات الأمنية بدأت تشدد بشكل كبير لذا هذا الامتعاض موجود هذا المواطنين نعم حسين شكرا جزيلا لك الزميل محمد فاضل مراسل الغد كنت معنا من العاصمة بغداد شكرا جزيلا لك